اشتركوا في القناة ونقاء دواخلهم وسنسرد في هذه الحلقة أقوى فرسان ربيعة الزير سالم عدي بن ربيعة بن الحارث التغلبي أبو ليلى المهلهل شاعر من أبطال العرب في الجاهلية وكان من أصبح الناس وجها ومن أفصحهم لسانا عكف في صباه على اللهو والتغزل بالنساء فسماه أخوه كليب زير النساء أي جليسهن ولما قتل جساس بن مرة كليبا ثار المهلهل فانقطع عن الشرب واللهو إلى أن يثأر لأخيه فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت سنوات طويلة وكانت للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة كليب بن ربيعة أول ملك من العرب العدنانية وهو أخ المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي المعروف بالزير سالم كان ملكا عظيما حتى استطاع في عهده العرب من نسل عدنان أن يحكم السيطرة على مناطقهم بعد سيطرة العرب من نسل قحطان الحارث بن عباد هو شاعر وفارس جاهلي شهير من فحول شعراء الطبقة الثانية وأمير بني ضبيعة كان الحارث بن عباد ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة من بني بكر أحد سادات العرب وحكامها وشاعرا مقلا ومجيدا وفارسا لا يشق له غبار اشتهر بالحكمة والتوسط بين قومه بني بكر وبين أبناء عمهم بني تغلب وشهد مقتل كليب بن ربيعة التغلبية على يد جساس البكري عمر بن مرة البكري واندلاع حرب البسوس بين تغلب وبكر فاعتزلها مع قبائل من بكر لكنه سعى بين الطرفين المتصالحين بالصلح طوال فترة الحرب التي دامت أربعين عاما وهو القائل هذا أمر لا ناقتلنا فيه ولا جمل جساس بن مرة قاتل كليب بن ربيعة وائل بن ربيعة التغلبية حيث تجبر هذا الأخير عليه وأهان أهله بني ربيعة أولاد مرة فكان لهذا أثر كبير في نفس جساس هجر القوم وتعلم فنون الرماية والضرب بالسيف على يد أحد البكريين حتى أصبح يضرب له ألف حساب قتل كليبا طعنا بالرمح كما ورد في القصص وقيل غيلة أي قتله من الخلف شجاع ومن أمراء العرب ليس له في الشعر الكثير كان حديثا في السن عند قتله لكليب وكان يعرف بحام الديار المناع الجار قتل جساس في أواخر حرب البسوس بعد أن قتل خمسة عشر فارسا من تغلب الهذيل بن هبيرة فارس شاعر جاهلي من الجرارين قادة الألوف يعرف بالمجدع وهو صاحب يوم إراب أغار فيه على بني رياح بن يربوع ورجالهم بعيدون عن الحي في بعض غزواتهم فقتل وأسر كثيرا ممن وجد قال الفرزدق غادة أتت خيل الهذيل وراءكم وسدت عليكم من إراب المطالع وأغار على بني ضبه في ذي بهدي باليمامة فاستعانوا ببني سعد بن زيد منات فهزموا رجاله وأسروه ورضوا بالفداء فأطلقوه وأغار على إبل لنعيم بن قعنب الرياحي فتخلى عنها رجالها فجلس على شفير بئر تسمى سفار كحزام مطمئنا وشغل من معه بسقي الإبل ورآه حباشة المازني فرماه بسهم من خلفه فلم يخطئه وسقط في القليب ميتا فقال عتيبة بن مرداس فمن مبلغ فتيان تغلب أنه خلال الهذيل من سفار قليب وكان بن تميم يفزعون به ولدانهم وهو من بني بكر بن حبيب المعروفين بالأراقم من بطون تغلب المشهورة همام بن مرة فارس وشاعر جاهلي من سادات بني شيبان وهو أخ جساس بن مرة جساس قاتل وائل بن ربيعة كليب من نسله بن مرة بن الحارث كانوا بعد الإسلام في خراسان بستام بن قيس سيد بني شيبان ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية ويضرب به المثل في الفروسية يقال أفرس من بستام ويقال أغلى فداء من بستام بن قيس إذ أسره عتيبة بن الحارث فافتدى بأربعمائة ناقة وثلاثين فرسا أدرك الإسلام ولم يسلم وقتله عاصم بن خليفة الضبي يوم الشقيقة بعد البعثة قال الجاحظ بستام أفرس من في الجاهلية والإسلام وحفيده هو بسط بن قيس السفاح التغلبي وهو سلمة بن خالد بن ربيعة بن زهير ابن تيم بن أسامة بن مالك ابن بكر بن حبيب ابن عمر بن غنم بن تغلب من أقدم شعراء العرب وفرسانها وكان جرارا للجيوش في الجاهلية وشهد وقعة خزازة وكان على مقدمة جيش كليب وقد أمره أن يعلو جبل خزازة فيوقد النار ليهتدي الجيش بها عاش إلى عهد امرئ القيس وقيل إنه قتل في آخر يوم الكلاب وله شعر قليل يفخر فيه بقومه ومعاركهم هانئ الشيباني من سادات العرب وأبطالهم في الجاهلية وهو الذي قاد العرب في يوم ذيقار أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وهو من قبيلة بن شيبان أبو نويرة التغلبي شاعر وفارس تغلبي مشهور أرسله المهلهل ورهطا من رجاله يتتبعون أثر جساس عندما نمى إلى مسامعهم نبأ فرار جساس بن مرة إلى أخواله بالشام والتقى الجمعان عند ماء على طريق الشام يقال له العجول واقتتلا قتالا شديدا أسفر عن مقتل أبي نويرة التغلبي قتله جساس